الى الطارمية مجددا يدخل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالزي العسكري هذه المرة للوقوف على الاحداث الاخيرة التي عصفت بالقضاء وجعلت دوامة العنف تعود من جديد تلك التي يصنعها داعش الارهابي ترويعا لامن الناس ومستقر حياتهم الزيارة الامنية البحثة هذه المرة يوقعها الكاظمي بمتابعة حثيثة للميدان الامني في القضاء اجتماع عملي في مقر قيادة العمليات ضم مختلف تشكيلات القيادة الامنية عنوان الاجتماع التشديد ثم التشديد على اعادة الخطط الامنية المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة ومنع تكرار الخروقات وفي مستويات متقدمة من الاعداد لعملية امنية واسعة يرتكز التعاون بين المواطن والدولة في صناعة الحماية والتجفيف لمنابع الارهاب للحفاظ على عدم تكرار المشهد الفوضوي وفتح المجال امام الخلايا النائمة لتصبح يقضتها هي المسيطرة في المنطقة لم يقف الكاظمي عند حد التفصيل لما يجري على الساحة الامنية في الطارمية انما يضع التذكير الضروري لما يمر به العراقيون من منعطف تاريخي يتطلب تعاون الجميع يدا واحدة في وجه المعيق الاكبر وهو الارهاب الذي يعرقل مسيرة التقدم والانجاز للخروج من مسلسل العبث في تفاصيل حياة العراقيين وما كان من القائد العام للقوات المسلحة الا ان طلب اهالي الطارمية مباشرة بتشكيل مجلس من وجهاء المنطقة لمواجهة اي اصوات متطرفة تبحث عن صناعة شرخ اجتماعي بين العراقيين او زراعة فتنة وطائفية